السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديليل دائما لهم شنال جزبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين كل أمور ديلكم زيان وكتمام عن جميع السيدات عن جميل حبيبات متسبعات لغزلات الوفيات على القناة ديليل أكيد أكيد لهم شنال لا غصة ديليومة ولا الوصفة ديليومة بإذن الله هدي تكون وصفة مقتصة بتكبير المؤخرة وتكبير أي منطقة موجودة في الجسم أي منطقة الصدر ومنطقة المؤخرة وأي منطقة بغيت تكبريها في الجسم ديلك فهدتكون وصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي لتكبير أي منطقة أنتوية فأنتم نتعجبكم الوصفة ديليومة وتستفدوا منها يا رب وصفة غزالة بزاف الحمد لله بمكونات بسيطة ما حاولش نجيب لكم شي مكونات لإصعابين ولا مكونات اللي غادي تخصكم بزاف ديال المجهود وبزاف ديال الطاقة باش تجيبوهم اللي الحمد لله بأقل مجهود وبأقل تكلفة كذلك خصوصا للتكلفة فهو مرخاص بزاف ونتم نعجبكم والحمد لله دائما الوصفة ديليومة يكونوا مجربين ومدمونين وأهم حاجة أنهم بساط وبأقل تكلفة وأيضا يعني في المتناول ديال الجميع يعني ممكن أي سيدة ولا أي شخص يعمل لغوست ماشي بشرط هدو الوصفة وإنما أي وصفة طبيعية الحمد لله بمجهود أقل وبتكلفة بسيطة أكيد فقبل حبيباتي ما مشون تعرفوا على مكونات الوصفة أريد أن أرحب بجميع البنايات وبجميع المتتبعين الوفيين قوليكم مرحبا بكم وألف مرحبا إلا كنتوا أول مرة كتزروني ما تنسوش تضغطوا على زل الاشتراك وأيضا تفعلوا زل جرس خلوا لنا تعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم سلسرات ديالكم الأسئلة ديالكم وكل ما كيتعلق بكم في المتتابعين وفي خانس تعليقات فأنا أرحب بجميع تعليقات حبيباتي وحتى الناس اللي بغيني ببغتاجي ومعنا وصفتهم طبيعية بخصوص تكبير أي منطقة موجودة في الجسم أو المناطق الأنتوية فمرحبا بوصفتكم حبيباتي أي وصفة تبغتاجي وحتى بيتشاركوها معنا مرحبا بها وألف مرحبا مليون مليون في المية إن شاء الله فما عليك حبيبتي إلا تجربي هذه الوصفة وإن شاء الله ستلقي إيجابية ولا أرواح لتكبير المناطق الأنتوية وبسم الله على البركاتي لا هم شو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة فبخصوص حبيباتي المكونات سنحتاج إلى كريم نيفيا العلبة الزرقاء هذا الكريم هذا غزال بزاف اللي بنات كيكبر المنطقة الأنتوية وكيساعدها لتفتيحه على الترطيب من الأعمق إحتواء إن كانت عندك بشرة جافة أو لمنطقة أنتوية فيها جفاف فغادي ترطبيها تبيضيها وتكبريها في نفس الوقت بالنسبة الكريم نيفيا ستحتاجوا معي هذا اللي هو بالعلبة الزرقاء سنضروع له بعدها عدم مشو المكونات التانوية فهو كيجيب هذا الشكل هذا أنا هنا عندي الحجم الكبير فيه 150 ميلي لتر يعني هذا هو الحجم الكبير 8 ديالو صراحة مناسب كتراوح 8 ما بين 20 حتى 25 درهم ماكسيموم يعني على الأكتر 8 ديالو كتراوح يعني ما بين هات 8 أطلقاوها عند الناس المخصني في بيع مواد التجميل وحتف المحلات تجارية راكين فكيما قلت لكم هاد الكريم بعدها باش تعرفوه أصلي أو غير أصلي يعني مزور أو غير مزور فكتفتحوا بعدها هاد العلبة ديال الكريم نيفيا وكتشوفوا الاسم اللي كين في الطابع هنا واش هو الاسم نفسه محفر بعدما كتدورو العلبة أو لون بالاج ديالو كتمسوا كتلقاو واحد كتسمعوا واحد هانتو ما؟ واحد الصوت نتمنى أنه يعني كيتسمع عليكم في الفيديو باش تفهمو كتا بعدما كتسمعوا هاد الصوت يعني راه هادك الاسم محفر مزيان يعني راه أصلي الكريم وليس غير أصلي أو مزور فهدي نقطة مهمة لأنه بزاف نساء تقولوا ليا شاركي معنا كيفاش نعرفو الكريم ديال نيفيا العلبة الزرقاء أصلي أو غير أصلي فهدي فكرة باش تعرفوها وطريقة زوينة لبنات المهم غتحتاجي معاي كريم نيفيا العلبة الزرقاء الأصلي ما تخديش غير أصلي لكن غير أصلي راه ما غديش تستفدي منه وبالنسبة لمكونات الثانوية غتحتاجي معاي وحد معاي القضية الحمص أو الفول إما الحمص إما الفول إما الحلبة أنا خليت الحلبة كآخر اختيار لأنه بزاف نساتي يقولوا لي الحلبة راه ما تستخدميهاش ما تعمليهاش لنا راه ما كان بغيوهاش ما كان حبوهاش ما كان فضلوهاش أكيد حبيبتي رأيكم يحترم ولكن كين الناس يبغيوهو الحلبة كين الناس يفضلوها بزاف مهم انتو من اللي حبيتوهو استخدموه الحمص الحلبة الفول لقد تكون ثلاثة ديال الاختيارات بالنسبة الثاني مكوين هو تانوي فسنحتاجي إلى دقيق المخبوزات أي دقيق الفورس حتى وزوين بزاف لبناتكبير المناطق الأنتوية وغتحتاجي معاي أخر حاجة هي الخميرة هنا عندي ديال المخبوزات عندي هنا يا الرفيعة راه معروفة هاد الخميرة هادي ديال الرفيعة من لا يعرفوها يعني كان استخدموها منذ زمن طويل باش نخبزوها كده يا الخبز استخدموها بزاف ديال الشهيوات والأكلات يعني منهم الخبز منهم بزاف بزاف ديال الحويجات فمعالينا هادي هي الرفيعة الخميرة اللي غتحتاجي معاي في هاد الوصفة ديال اليوم الرفيعة خميرة رفيعة الطبيعية إلا ما عندكش الرفيعة استخدمي نوعي أخرى أو اسم آخر ديال أي ماركة وحده أخرى ديال الخميرة ديال المخبوزات مشي الخميرة ديال الحلوة آخرها مكوين عفوا هو زيت السمسم هنا اختاريت زيت سمسم لأنه يساعد في تكبير هذا البنات كله رائعين لمناطق الانتوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كمية الفورص كمية الحمص أو الحلبة اشتركوا في القناة 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 اضف كمية اخرى لدقيق المخبوزات او لدقيق الفورص اضف كرم نيفيا اضف كرم نيفيا اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة تطبيقها على زيادة الوزن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة زيت زيتون زيت السوجة زيت زين القمح نصحكم بهم زينين خذوا غير قريعة الصغار و تستخدمهم و لاحظوا الفرق و لاحظوا النتيجة و اخذوا القريعة الكبار فكانت هديها اليومة في الكريم نيفيا العلبة الزرقاء الرائع هذا الكريم و نالوا الردات و نالوا و ان شاء الله في فيديوهات الماجيين نجيكم به في وصفات متعددة لا تنسوناش بالبق لايك 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 و اشتراكك في القناة و تفعلك لزيل الجرس و شكرا للمشاهدة و هذا الوصفر لانا لا تستخدمي الحلبة تحت طلب العديد من الأخوات لا تستخدمي الحلبة شكرا للمشاهدة و نشوفكم في فيديو ان شاء الله و نشاء الله للمشاهدة شكرا